بيبدأ الفيلم بشخص مهووز بالطبخ اسمه تيلور وبسبب هوسه بالاكل والطبخ قرر ان هو يطلع في رحلة لجزيرة مهجورة اسمها هوريسون علشان يأكل في مطعم هناك مشهور جدا ده غير ان سعر الاكل هناك غالي جدا عشان كده مش اي حد بيروح للمطعم ده فبيأجر تيلور حبيبة مزيفة عشان تروح معا للمطعم ده لانه ما بيدخلوش حد لوحده والبنت اللي هو بيأجرها عشان تعمل دور حبيبته دي اسمها مارجو وبيبانى على مارجو ان هي متضايقة من تيلور بالسبب اسلوبه معاها لكن هي مضطرة تستحمله لحد ما يرجعه من المطعم ده علشان تاخد فلوسها وتسيبه وتمشي واسناء ما هم بيتكلموا وبيوصل بقى الناس اللي رايحين المطعم وبيركبوا كلهم مركب بتوصلهم لحد الجزيرة ولما بيوصلوا للجزيرة بتقابلهم مساعدة الشيف بتاع المطعم وبيكون اسمها إليسة وبتعرفهم إليسة على الجزيرة والمطعم بتاعهم فبيتقولهم ان اللحمة اللي هم بيستخدموها في المطعم بيفضلوا محتفظين بيها لفترة طويلة عشان طعمها يكون مختلف وبنفهم من كلامها ان المطعم بتاعهم مميز فعلا وبيعمل كل الوصفات اللي بيقدمها للزباين بحب وده اللي بيخلي كل الناس نفسها تجرب الاكل بتاعهم وبيكون كل الزوار في اليوم ده مبسوطين جدا لانهم اخيرا هيحققوا حاجة مختلفة وهياكلوا من مطعم جوليان والجوليان ده الشيف بتاع المطعم وبيكون اشهر شيف موجود في امريكا وما بيعملش اي حاجة في حياته غير الطبخه وبس وفي الوقت ده بتقول لهم لسه ان كل اللي شغالين في المطعم بيفضلوا عايشين في نفس الجزيرة ومش بيمشوا منها وده عشان يهتموا بالاكل وبالزباين اللي بيزوروهم وبتوصلهم للمطعم اخيرا عشان يبدأوا يأكلوا واول ما بتدخل مارجو المطعم بتشوف رجل اعمال اسمه ريدشارد وبيكون قاعد مع امراته اين فبتتظهر مارجو ان هي ما تعرفوش عشان ما تسبلوش مشكلة مع امراته لان هي كانت على علاقة غير شرعية بيه وبتروح تقعد في الكرسي المخصص لها في المطعم وفي الوقت ده بيوزع عليهم الشيف الوجيبات الخفيفة عشان يأكلوها في اول اليوم وبيبدأ الشيف جوليان يشرح لهم البرنامج بتاع المطعم فبيقولهم ان هم بيخصصوا قيمة لكل العملاء اللي هيزوروهم وما فيش حد بينزلوا نفس الاكل مرة تانية وكل طبق من الاطباق اللي هتنزل ليهم بيحكي عن حاجة معينة من ذكرياتهم وكأنها الغاز وكل طبق بيحل لغز معين وبيفكر اللي اكل الطبق ده بمرحلة معينة في حياته وبيبدأ الشيف يوزع عليهم الطبق الاول ولما بيبدأوا ياكلوا كل واحد منهم بيبدأ يقول التاني رأيه فمسلا مارجو بتقول لتيلور ان هو مهوز بالطبخ وفي تاني طبق بيقولهم الشيف انهم مش هيكلوا عيش لان ده اكل الفقرة وهم كلهم اغنية عشان كده هم هيكلوا مكونات العيش بس قبل ما يستوي ولما بتنزل الاطباق بتتقرف مارجو منها جدا وبتقرر ان هي مش هتاكلها فبتسيب الطبق زي ما هو وده بيستفز الشيف جدا لدرجة ان هو بيروح يتكلم معاها وبيجي وقت الطبق التالت وبيقولهم الشيف ان ده طبق الذكريات وكل واحد منهم هيشوف اسراره اللي هو مخبيها مرسومة على عيش وبيقول لهم ان الطبق ده بيوصف حياته هو لانه طعن ابوه في يوم الايام بمقص مطبق في رجله عشان يدفع عن امه وبيبدأ يوزع عليهم الاطباق واول ما بيوزع عليهم الاطباق بيلاقوا ان العيش مرسوم عليه اسرار كل واحد منهم فعلا فمسلا تيلور مرسوم على العيش بتاعه هو بيصور الاكل في المطعم وريتشارد مرسوم له صورة وهو قعد في مطعم تاني مع مارجو وبيخل مراته وفي تلاتة اصحاب شغالين في شركة شحن مرسوم لهم الفواتير اللي هم بيزوروها علشان ينصبوا على صاحب الشركة وبعد ما كانوا فاكرين ان الموضوع ممتها بدأوا يتضايقوا ويخافوا لان الاسرار دي محدش يعرفها غيرهم وممكن تسبب لهم مشاكل كبيرة فبينادوا علي لسه وبيسألوها مين اللي قال لهم عن المعلومات دي فبتقول لهم ان دي اسرار وما ينفعش هي تقولها وبعد ما كان اليوم لطيفه عبارة عن تجربة جديدة لمطعم في جزيرة بعيدة عن المدينة يتحول فجأة اليوم غريب وتوتر كل الزباين لما اكتشفوا ان الشيف عارف كل اسرارهم وفي الوقت ده بتتخانق مارجو مع تيلور لانها بتعرف ان هو كان متفق مع واحدة قبلها ولكنها ما جاتش فاتفق معها هي وبتسيب المطعم وبتمشي ولكن لسه بتوقفها وبتقول لها ان ما ينفعش حد منهم يمشي غير لما المركب اللي جابتهم ترجع تاخدهم فبتدخل مارجو وبتولع سيجارة وفي الاسناء دي بتشوف الشيف وداخل حمام السيدات فبتسألوا ليه داخل هنا فبيقول لها ان هو عايز يعرف رأيها في اخر طبق لانها ما كلتش منه فبتقول له ان هي ما كانتش جعانة عشان كده ما كلتش فبيسألها عن اسمها وبيفضل يكرر السؤال لان هو عارف اسمها الحقيقي وعارف ان اسم مارجو ده اسم المستعار وبيقول لها ان المفروض ما تكونش موجودة في المطعم لان ده غير له القايمة بتاعته وقول لك انها ما بتبقاش فهمها وبيتكلم عن ايه فبيتسيبه وبتخرج فبيخرج وراها هو كمان وبيبدأ يوزع عليهم الطبق الرابع واسمه جيرمي وجيرمي كان بيتمنى يشتغل معه واخيرا حقق حلمه واشتغل النهاردة ودي فرصته عشان يقدم الطبق بتاعه والاسم الفوضى وبيقرب جوليا من وش جيرمي وبيهمس في ودانه فبيطلع جيرمي مسدس من جنبه وبيقت نفسه بيه فبيتصدم كل الموجودين من المنظر ده وبيكونوا مستغربين هولئة لنفسه لكنهم بيقنع نفسهم ان ده مجرد مصرحية عشان تسليهم لانهم دفعين فلوس كتير جدا في المطعم ده لكنهم برضه بيكونوا خايفين لانهم شفوه وبيقت نفسه ومتأكدين ان ده مش مصرحية او لمشه التمثيلي فبيقرر ريتشارد ومراته انهم يمشوا من المطعم ده بسرعة ولكن اليسة بتمنعهم وبتقول لريتشارد انهم لازم يستنوا الماركب تيجي تاخدهم فبيقولها انه هيكلم المساعد بتاعه ويبعط له طيارة خاصة وبيحاول انه هيخرج من المطعم باي شكل فبيمنعوا ساعتها الحراس وبيقطعوا له صباح من ايديه علشان مايفكرش يهرب تاني فهنا بيخف بقى الزباين وبيتأكدوا انهم خلاص هيموتوا في المطعم ده لان مافيش اي طريقة يهربوا بيها ولو حد فيهم فكر يهرب هيقطعوا له صوابه وعلى عكس كل الزباين بيكون تيلور مريب جدا لانه بيكون مستمتع بالاكل ومش واخد في بالي كل اللي بيحصل حواليه وبيفضل مركز مع الاكل وكأن كل اللي بيحصل حواليه ده حاجة عادية وفي الوقت ده بتروح لسه لمرجو وبتقول لها ان الشيف عايز يتكلم معها في المطبخ وقلما بتروح لمرجو بيقول لها ان هي السبب في كل اللي بيحصل ده لان القايمة دي معمولة للأسماء اللي كانت حاجزة من بدري وهي ما كانتش من وسطهم وبيعرض عليها تنضم للفريق بتاعه وتشتغل معاه وبيقول لها ان هو عارف ان اسماء الحقيقي هو ايرين فبتفتكر ان دي فرصتها ان هي تخرج من المطعم ده عايشها وما تموتش لان هو عارف حقيقتها وعارف ان هي مش غنية زي باي الزباين لكنه بيقول لها ان ده مستحيل يحصل لان كل اللي في المطعم هيموته اخر اليوم وما حدش هيخرج من المطعم ده وهو حي وبيقول لها ان دي مش مجرد نكتة وان كلهم فعلا هيموتوا وبيديها فرصة ان هي تنضم للفريق بتاعه او تفضل مع تيلور وبينزل الشيف في الوقت ده الطبق الخامس واللي بيكون عبارة عن كباية شاي وبيقول لهم ان هو عمل لهم شاي عشان يهدق عصابهم بعد اليوم الطويل اللي مروا به وبيبدأ يحكي لهم الحقيقة فبيقول لهم ان هو وافق انهم يجوا ياكلوا في مطعمه عشان ينتقم منهم لان هو مهوز بالطبخ وبيحاول دايما يرضي العملاء بتوعه لكنهم ناس مهملة ومملة وده اللي خلاه يوافق عليهم كلهم في نفس اليوم وبعدها بيطلب من ريتشارد ان هو يقول له اسم اي طبق من اللي هو اكله في الكم مرة اللي زار فيهم المطعم ولكن ريتشارد ما بيبقاش فاكر اسماء الاطباق اللي هو اكلها قبل كده فبيقوله الشيف ان ده بسبب اهماله لانه عايش حياته كلها للطبخ وبس ومهتم جدا برضى العملاء اللي بينسوا الاطباق اول ما بيخرجوا من المطعم زي ريتشارد وعشان كده هو قرر ينتقم منهم كلهم لانهم مش مقدرين تعبوا وبيقولهم ان هم مش هيقدر يهربوا من المكان ده باي شكل لانهم معزولين عن العالم الخارجي وبيقولهم ان هو مش صاحب المطعم ده وان هو قرر يقتل صاحب المطعم كمان عشان يكون هو صاحب المطعم الجديد وفجأة هنا بينور الازاز بتاع المطعم وبيشوفوا كلهم صاحب المطعم وهو مربوط ومتركب له جناحات عشان ما يقدرش يتحرك وبيغرقوا مساعدين الشيف في البحر وبكده بيموت صاحب المطعم وبيكون الشيف هو صاحب المطعم الجديد وبيظهر على الشيف ان هو مجنون ومش بس مهوز بالاكل هو كمان مهوز بالانتقام من الناس اللي ما بتهتمش بيه وبعد ما بيشوف صاحب المطعم وهو بيغرق بيروح على مكتبه وبتروح ورا مارجو وبتحاول مارجو ان هي تستعطفه عشان ما اقتلهاش فبتقوله ان هو عبقاري وان هي معجبة بكل اللي هو حققه وكمان معجبة بالاكل بتاعه جدا لدرجة ان هي هتشتغل معاه زي ما هو طلب منها فبيوافق الشيف ان هو يشغلها معاه وبيقولها ان ده الحل الوحيد عشان يخلوا القيمة بتاعتهم تمشي صح وكل اللي اسمعهم مكتوبة فيها يموتوا وفي الوقت ده بيخرج كل الزباين برا المطعم عشان ياكلوا الطبق السادس وبيقدم لهم الشيف كسر ودي الشيف اللي هتقدم لهم الطبق وبتحكي كسرا عن قصتها مع الشيف لما حاول يتقرب منها من ثلاث سنين لكن هي رفضت وقررت وقتها ان هي تعمل الطبق ده ويسامته الانتقام وفجأة تهجم على الشيف وبتطعنه بالمقصف رجله ولكنه مش بيتأثر بالطعنة وبيشيل المقصف من رجله بسهولة وبيبصل زباين والرجالة وبيقولهم ان هو عامل لهم مسابقة والمسابقة هي ان كل الرجالة هتحاول تهرب في الغابة وقدمهم خمسة واربعين ثانية عشان يهربوا ودي اخر فرصة لهم يهربوا فيها لان بعدها هيكتلهم كلهم فكل الرجالة بيجروا جوال غابة لان اللي هينجح منهم ومش هيتمسك هيقدر ياخد مراته ويروح وبتاخد كاسر مباق الزباين وبترجع بهم للمطعم عشان يكلوا الطبق السادس وبيبدأوا يتعرفوا على بعض فبتبصها ان مرات ريتشارد المارجو وبتسألها لو كانت تعرف جوزها لان هي لحظة ان هي بتبصروا من اول اليوم فبتقول لها مارجو ان هي تعرفه ولكنها بتتظهر قدامها انهم يعرفوا بعض من الشغل لان هي خايفة من ان هي تكتشف الحقيقة وطعرف ان ريتشارد كان بيخونها وبيقطع كلامهم في الوقت ده كسر اللي بتنهر من العياط لان الطبق بتاعها عجبهم جدا وبتقول لهم ان هي عملت الطبق ده بكل حب فبتسألها واحدة من الزباين واسمها لليان وبتقول لها لو كانوا هيقدروا يمشوا من المطعم ده لكنها بتقول لها ان كل الموجودين في المطعم هيموتوا لان الخاتمة بتاعت القائمة بتاعتهم انهم يموتوا جماعي وما ينفعش يحصل اي تغيير في القائمة فبتحاول لليان تقول لها ان هي هتفتح لها مطعم مخصوص لها لسابتهم يمشوا لكن كسر بتقول لهم ان كلهم هيموتوا حتى هي كمان هتموت وفي الاسناء دي بيكون بقى الزباين في الغابة وبيحاولوا يهربوا من المساعدين الشيف ولكن بسهولة بيقدروا يمسكوهم وبيرجعوا بهم من المطعم تاني وكلهم بيفشلوا في انهم يهربوا وبكده بيفقدوا الامر في انهم يهربوا من المطعم ده باي شكل وبيتأكدوا انهم هيموتوا زي ما قال الشيف وفي الوقت ده بيقول لهم الشيف ان ان اقص لهم طبقة واحد وبعدها هيموتوا كلهم ولكن قبل ما ينزل لهم الطبقة ده بنكتشف ان تيلور كان عارف ان هو هيموت هو وكل الزباين فبيسألوا الشيف عن السبب اللي خلاه يجي المطعم وهو عارف ان هو هيموت فبيقول له تيلور ان هو كان عايز يجرب الاكل بتاعه لدرجة ان هو اجر حبيبة مزيفة تيجي معاه وهو عارف ان هي هتموت ولما بتسمع مرجو كلامه بتضربه لان هو عرض عليها تيجي معاه وهو عارف ان هي هتموت ولكن الشيف بيكافقه على هوا وسوب الاكل وبيخليه اشتغل معاه في الفريق بتاعه ويشارك معهم بطبق خاص بيه ولكن تيلور بيكون متوتر جدا لان ده اول مرة هيدبخ لشيف محترف وده بيخليه يغلق كتير وبيعمل الاكل طعمه وحش جدا فبيقرب الشيف منه وبيهمس في ودنه فبيتحرك تيلور وكأن في حد متحكم في حركته وبيدخل اوضع في ظهر المطبخ وبيقتل نفسه وبينادي الشيف على مرجو وبيقول لها ان هو عايزها تشتغل معاه وبيبعتها للمغزن تجيب حاجات من هناك وهي في طريقها للمغزن بتفكر في ان هي تهرب بسرعة بما ان هي برا المطعم ولكنهم لو لحظوا غيابها يطلعوا يدوروا عليها واكيد هيقدروا يمسكوها بسهولة لان الجزيرة دي معزولة عن العالم كله وبتقرر ان هي ترجع للمطعم تاني ولما بتدخل المغزن بتلاقي سكينة هناك فبتقرر ان هي تاخد السكينة معها وبتروح لبيت الشيف على امل ان هي تكتشف اي حاجة سعيدها تهرب من الجزيرة واول ما بتدخل البيت بتستغرب من تصميمه لان هو شبه المطعم بالزبط وكأنهم نسخة من بعض وبتسيب السكينة اللي معاه على التربيزة وفي الوقت ده بتدخل الاسة وبتقول لها ان هي ماينفعش تدخل بيت الشيف من غير اذنه وبتعجمها لسه لان هي فكريها عايزة تاخد مكانها وتبقى هي مساعدة الشيف ولكن مارجو بتقدر تهرب منها للمطبخ وبتضربها وبتطعنها بالسكينة فبتموت لسه وبتدور مارجو في البيت على اي حاجة تساعدها وبتلاقي فيه قوضة مقفولة ولما بتفتح القوضة دي بتلاقي جواها كل ذكريات الشيف من ساعة ما كان صغير وبتعرف ان هو كان شغال في طبخ البورجر وهو صغير ولكن الزباين ما كانش بيعجبهم الاكل اللي هو بيقدمه وده سبب له عقدة في حياته فقرر ان هو يقضي باقي حياته ويحاول يرضي الزباين ولكنه ما قدرش ينجح في ده وده خلاه يقرر يقتل كل الزباين اللي بتزوره في المطعم وما بيعجبهمش الاكل وبالصدفة بتلاقي جهاز ارسال في القوضة فبتتصل بالشرطة عشان ينقذوها هي وباقي الزباين المحتجزين في المطعم ولما بترجع المطعم بيقول لها الشيف ان هي ما تفكرش تعمل اي حاجة تقذي لانه ساعتها هيقتلها ولكن بيقطع كلهم بصوت السرينة بتاعت الشرطة فبيفهم الشيف ان هي بلغت عنهم وبيقول لهم انه هما لو قالوا اي حاجة للشرطة هيقتل الشرطة وهيقتلهم هما كمان وبيدخلوا المحقق المطعم وبيسألهم لو فيه اي مشكلة بتواجههم ولكنهم بيعملوا زي ما الشيف قال لهم بالزبط وما بيحكوش اي حاجة للمحقق فبيقرر وقتها ان هو يمشي ولكنه بيلاحظ من وسط الزباين فيه ممثل مشهور فبيطلب منه التوقيع بتاعه لان هو بيحبه هو ومراته فبيوافق الممثل ده وبيكتب له في الورقة بدل التوقيع ان هو يساعدهم لان الشيف ناوي يقتلهم فبيهدد المحقق الشيف ان هو يقضى على الارض وبيبدأ وقتها كل الزباين يحكوا للمحقق الحقيقة وبيكونوا خايفين جدا هما بيحكوا وفجأة المحقق بيتريق عليهم وبيفضل يضحك وبيقول لهم ان هو اصلا شغال مع الشيف وبيقول لهم الشيف وقتها ان مفيش اي امل انهم يهربوا وان كلهم للاسف هيموتوا ولكن بعد ما يكلوا اخر طبق في القيمة وبيقول له مارجو ان هي خانته مع ان هو اديها فرصة تشتغل معاه وبيقول لها ان هي هتموت يا كمان بعد ما يكلوا الطبق الاخير ولكن مارجو في الوقت ده بتقول له ان هي لسه جعانة وان هي عايزة تاكل بورجر بالجبنة فبيتأثر هنا الشيف اول ما بيفتكر ذكرياته لما كان شغال شيف في مطعم بورجر وبيبانى عليه ان هو منهار وبيسمع كلام مارجو كأنها بتتحكم فيه وبيعمل لها البورجر اللي هي طلبته بنفسه وبيفضل وايف جنبها لحد ما تخلص اكله علشان تقوله رأيها في الاكل ولكنها ما بتكملش الاكل كله وبتقوله ان هي عايزة تاخد الباقي معاه وهي ماشية فبيوافق الشيف وهو متأثر بكلامها وبيحط لها البورجر في الشنطة بتاعتها وبيوصلها بنفسه لحد باب المطعم وبيخليها تمشي من المطعم بسهولة وتختار اي مركب هي عايزة من الميناء وترجع بيلي المدينة اللي هي عايزاها وبتنجح مرجو في خطتها وبتضحك على الشيف وبتهرب من المطعم اخيرا اما باقي الزباين بيفضلوا محتجزين في المطعم لحد اخر لحظة فبيبدأ مساعدين الشيف يرسموا اشكال غريبة على الارض وبيلبسوا الزباين حاجات غريبة على جسمهم والحاجات دي هي الطبق السابع والاخير لهم في المطعم قبل ما يموتوا واللبس اللي هم اللبسوه ده مصنوع من شوكولاتة وحلويات تانية مضرة وبيبدأ هنا الشيف يتكلم معاهم فبيقول لهم ان هو حاسس بخوفهم ولكنهم هيرجعوا للحياة مرة تانية ولكنهم اقوى من دلوقتي وبيشكرهم انهم اختاروا المطعم بتاعه عشان يقضوا فيه اخر يوم في حياتهم وبيولع فعلا في المطعم كله وبيكون جواه الزباين وكمان المساعدين بتوعه والوحيدة اللي قدرت تهرب وتبدأ حياتها من اول وجديد هي مارجو لانها الوحيدة اللي محجزتش اصلا في المطعم علشان كده هي مماتتش معاهم وقدرت ان هي تهرب في اخر لحظة وبتقرر رؤيتها ان هي مستحيل تقرر من الجزيرة دي تاني باي شكل وبيخلص الفيلم ما تنساش تقولينا رأيك في الفيلم ده في التعليقات وتقدر كمان تقترح علينا افلام نلخصها في التعليقات وما تنساش تعمل فولو لصفحة عبد عاطف حشان تتابع الملخصات الكميدية